نزحوا من نار الحرب في الحديدة التي دخلتها القوات المدعومة من الإمارات من أجل تحريرها واتخذ القرار الإماراتي من معركة الحديدة ورقا للتفاوض بدهم من أن يفرضا تحريرها واقعا تأخر حسم المعركة وتفاقمت الحالة الإنسانية في الحديدة بسبب قرار التحرير المتردد وتوالت موجات النزوح من المدينة إلى خارجها بحثا عن الأمن والأمان في محافظة لحج استقرت مجامع من النازحين من أبناء تهام الأشاعر وقيم لهم مخيما يقيهم بأس الخوف والجوع ومخلفات الحرب الإنسانية غير أن الخوف والهلع لم يتركهم في مناطق نزوحهم اقتحمت قوات عسكرية تابعة لإدارة أمن محافظة لحج فجراء الاثنين مخيمهم في منطقة الرباط شمال العاصمة المؤقتة عدن القوة الأمنية المؤلفة من عدة أتقوم تابعة لمدير أمن لحج صالح السيد الموالي لدولة الإمارات اقتحمت مخيما لنازحي الحديدة وأطلقت النار عليهم وقامت بنابي ممتلكات النازحين والعبثي بمحتويات مخيم الذي يأوي ثلاثمائة وخمسين أسره وقرابة ألفي نازح ما هو التبرير هذه المرة والحجة لهذه الجريمة والفضيحة اعتداء مسلح لقوة موالية للإمارات على نازحين عزل ومن المعني بحماية هؤلاء العزل ضحايا الحرب وصفقات دهاليز السياسة أليس من اعتدى عليهم مدير أمن لحج من المفترض هو أن يتولى حمايتهم هو زمن التناقضات إذن وحقبة سيطرة الإمارات وأدواتها والانتهاكات والجرائم التي تركتكبها بحق اليمنيين التي لا بد أن تتوقف علي الضبياني المشرف على مخيم النازحين فاندى الأسباب ووضع النقاط على الألم قال إن قوة عسكرية تتبع مدير أمن لحج صالح السيد اقتحمت المخيم واشتبكت مع أفراد الحراسة وأصابتهم بجروح وتم بعد ذلك اقتحم المخيم وإطلاق الأعيرة النارية وبشكل عشوائي مشيرا إلى أن دوافع الهجوم والاعتداء عنصرية ومناطقية كون النازحين من محافظة الحديدة الشمالية النفخ في كيري العنصرية لا ينتج سوى هذا الفعل المتوحش وهذه نتائج وسلوكيات تغذية ودعم المشوع المشوه بالمناطقية والعنصرية والطبقية فهل من مدكر؟ مواطنون ناشدوا رئيس الجمهورية والحكومة لتدخل ووضع حد للأعمال الإجرامية التي يمارسها صالح السيد تجاه النازحين وهي المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها نازحين لإيذاء قبل أيام قتل اثنين من نازحي الحديدة وجرح آخرين في هجوم بنقومبلة يدوية استهدفت مخيما لهم في العاصمة عدن كما نفذت ما يسمى قوات الحزام الأمني إجراءات عنصرية ومشددة وصلت إلى منع النازحين من أبناء الحديدة الوصول إلى محافظات جنوبية